ثم بالنسبة للكنيسة منشوف فتور بالكرازة وعندما أقول فتور بالكرازة أقصد أنه معددش الأولوية الأولى في حياة الكنيسة فإذن الكنيسة المفروض أنه تنشغل في ربح النفوس تنشغل بالكرازة حتى نربح وننقذ هذا العالم من خطر محضق ولسيما المصير الأبدي الأوبئة نحن على مرة العصور الأزمان كان فيه أوبئة وفعلا لما الكنيسة بتوب الله ببارك المجتمع وبيشيل هذه الضربة ولكن أحبائي في شيء ملحوظ حتى بتشوفوا على الصفحات التواصل الاجتماعي بتشوفها على الفيسبوك على اليوتيوب على بكل محل ممكن تتكلم في كل الموضوعات ولكن أهم موضوع بما يتعلق في هوية يسوع والغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح والهدف اللي إحنا منعيش له وبنحياله عم بخف فبتشوف كل الموضوعات النفسية والسيكولوجية وكل الموضوعات اللي فيها ترميم وترقيع وإصلاح والآخر هي لكن مش الخلقة الجديدة مش التجدد مش التغيير الجذري وهذا بتم عن طريق الكرازة فلما بتفتر الكرازة بتكتر النشاطات الاجتماعية والروحية والدينية والمؤتمرات والكلام يعني بينتشر في كل مكان وكل واحد عاوز يفرد عضلاته وبالحقيقة عم نهمل أهم وأكبر حقيقة موضوع الكرازة اللي بتدعو الناس للتوبة والإيمان بالرب يسوع المسيح على أساس ما فعله يسوع لأنه نحن نؤمن أنه الكتاب المقدس هو كلمة الله فالنبوات اللي تمت هي حقيقة وأنه حقيقة أنه يسوع المسيح جاء في الجسد في ملء الزمان حقيقة أنه ولد من عذراء أنه عاش حياة أخلاقية عالية جدا مستوى استحالة أنه أي بشر أي نبي أنه يعيش هذه الحياة الأدبية الأخلاقية بكلمات أخرى كما يصف الكتاب القدوس البار بلا خطية لم يفعل خطية هذا الشخص اللي بنتكلم عنه مش بس صنع أعظم المعجزات وصنع الخير كمان وصنع قوات عظيمة جدا هذه الشخصية اللي علمت أجمل التعليم المغيرة والمؤثرة لكن لب الموضوع في الكرازي في الإنجيل هو الفداء موت يسوع على الصليب وقيامته من بين الأموات وأن المسيح حي إلى هذه اللحظة فعندما نهمل في موضوع الكرازي فبتشوف كل الناس عاوزة تتكلم يعني كل الناس المقصود الأغلبية لأنه في ناس أمناء في كل مكان اللي بيتكلموا عن يسوع بيكرزوا عن يسوع بكل جرأة وبكل مجاهرة والرب يباركهم فإذن نرى فطور في الكرازي